مؤخراً سجدت عدة اعتداءات على الممتلكات العمومية والخاصة المطلوب الاحترافية في العمل رأنا في فترة صباحة المواطنين رهم في حالة نوم تفادي إزعاج المواطنين أن الهدف رهم الدروس مباشرةً راح العمل يرتكز على توقيف توقيف الأشخاص انتبه استعد ثم نحول بنيضة قصد حماية الممتلكات العامة والخاصة والخاصة وحماية المواطن من أي اعتداء إن كان مادي أو معنوي وفي سياق مكافحة الإجرام بشتى أنواعه لا سيما ظاهرة عصابات الأحياء تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمغير مدعومة بتشكيلات متخصصة من المجموعة 23 للتدخل بيبسكرا وبالتنسيق مع ناصر الأمن الوطني التابعين للأمن الولائي بالمغير من وضع حد لشبكة إجرامية خطيرة تتكون من عشرة أشخاص مجتبه فيهم كانوا يعملون على زرع الرعب واللأمن في نفوس المواطنين بقرة تنسيغة وهذا بعد تلقي الشكاوي المقدمة من طرف المواطنين وجمعيات المجتمع المدني بالتنسيق مع السلطات القضائية المختصة أصفرت العملية عن توقيف المجتبه فيهم مع استرجاح أسليحة بيضاء وكمية من الكيف المعالج والأقراص المهلوسة و720 وحدة من الشمة المقلدة العملية انطلقت على الساعة الخامسة صباحا إلى غاية الساعة السادسة صباحا المجتبه فيهم سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بعد الانتهاء من التحقيق زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر